اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون أن أزمة وباء كورونا مكنتنا من اكتشاف طاقاتنا العلمية المتمثلة في أطبائنا الموافق الواقفين في طليعة المتصدين للوباء كما أهتحت للشباب الفرصة لإبراز قدراته وقوة تفاعله مع هموم شعبه وأضف رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة اليوم أو يوم العلم أن الجهود ستظل ناقصة إذا استهان أي واحد منا بتدابير الوقاية والحجر المنزلي وتخلى عن مسؤوليته في تقاسم التضحية مع بني وطنه قبل أن يختم رسالته بمناسبة يوم العلم قائلا أجدد ندائي إلى الجميع ونحن نقترب من إن شاء الله من ساعة الفرج التي نستعجلها بتعبئة كل إمكاناتنا البشرية والمادية والمالية من أجل المزيد من الانضباط واليقظة والتناصح